لقد حارب يسوع العنصرية والكرهية مثلا بين اليهودي والسامر علم انه جميع الناس سواسية لفرق بين يهودي او سامري لم يركز المسيح على زيادة العدد مثلا تزوج عشان تسير مسيحي او اكثر من النساء حتى تخلف اولاد كثير بل ركز على تبعيته وعلى حساب النفقة في تبعيته لم يهدد احدا بحد الردة بل اعطى فرصة للناس ان تتركه ولم يعاقب اي انسان ارتد عن اتباعه كان بيهتم بالعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والاطفال لقد دافع يسوع المسيح عن الاقليات في تلك الايام وكان طبعا للشامبيون للنساء والعبيد والاطفال اللي كانوا طبعا في تلك المجتمعات بيقللوا من اهميتهم وقال الجميع ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها لان من استحبي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان متجاء بمجده ومجد الاب والملائكة القديسين وطبعا هنا اللي بيتساءل عن لهوت المسيح هذا هو يسوع الذي يتكلم عن لهوته بيتنبأ لانه عالم انه سيموت ولكن بيتكلم عن الذين يخجلون بشهادة ربنا يسوع المسيح الرب نفسه رح يستحي فيهم لما بيرجع بيجي تانية بمجد ملائكة وقديسين امام الجميع وهنا احبائي من شوف فعلا انه عم بعلم عن التلمزة الحقيقية وهذا النوع من التبعية اول شيء بعلم المسيح هو انكار الذات فلينكر نفسه ويحمل صليبها انكار الذات هو ان تنكر ذاتك ويصبح المسيح هو المركز المحور والاولوية في حياتك تتخلى عن اي كبرياء عن اي تصنع اتواضع عن اي رياء عن اي محبة ذات ولكن تنكر ذاتك فيصبح المسيح مركز حياتك اشتركوا في القناة